أهلاً ومرحباً بكم في قصة جديدة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة الأب الذي تعلم درساً من ابنه أعمل لك الفيديو واشترك في القناة يحكي أن نجوراً كان يعيش في إحدى القرى البعيدة مع زوجته وابنه الصغير وكان يقيم معهم والده العجوز الطاعن في السن لم يكن النجور يحسن معاملة والده على الإطلاق فقد كان يقدم له الطعام في إناء قذر مصنوع من الصلصال ولم يكن ذلك الطعام بالكافي الذي يسد جوع العجوز المسكين ليس هذا وحسب بل كان يسيئ إليه بالتوبيخ والصراخ والعبارات القاسية والمؤذية كلما أتيحت له الفرصة لذلك والعجوز صومت منكسر لا يتكلم كلمة واحدة أما ابن النجور الصغير فقد كان مختلفاً عن والدي كان طفلاً طيباً يحب جده كثيراً ويحترمه ويحسن معاملته وكثيراً ما شعر بالغضب والضيق من تصرفات والده ففي أحد الأيام بينما كانت العائلة تتناول طعام الغداء وقع إناء الطعام بين يدي العجوز دون قصد وتحطم إلى قطع صغيرة فاستشعط الإبن غضباً وإنهال على والده المسكين بوابل من الشتائم المؤذية والجارحة أما العجوز فلم يرد هذه المرة أيضاً لقد كان يشعر بالأسى لأنه كسر الصحن وكلمات ابنه مزقت قلبه دون أن يكون له حيلة في الدفاع عن نفسه أو تهدأت غضب ابنه لم يتقبل الحفيد ما كان يحدث أمامه وحزن أشد الحزن لطريقة تعامل والده القاسية مع الجد المسكين لكنه والأخر كان ضعيفاً لا يسعه الوقوف في وجه والده ففي اليوم التالي ذهب النجور إلى ورشته كالعادة ليبدأ عمله فوجد ابنه الصغير هناك وقد روح يصنع شيئاً ما بالخشب قال له ما الذي تصنعه يا بني رد عليه ولده إن أصنع إناء خشبي للطعام إناء خشبي؟ لمن؟ إنه لك يا أبي عندما تكبر وتتقدم في السن مثل جدي ستحتاج إلى إناء طعام خاص بك الأوعية الفخارية تنكسر بسرعة وقد أضطر حينها لتوبيخك بقسوة لذا ارتأيت أن أصنع لك إناء خشبي لا ينكسر عند هذه الكلمات أجهش الأب بالبكاء لقد أدرك خطأه أخيراً وعرف مقدار ما سببه لولده المسكين من ألم فقرر التفكير عن أخطائه ومنذ ذلك اليوم حرص أن يحسن لأبيه العجوز ويقوم على رعايته كما يجب العبرة المستفادة من هذه القصة عامل الناس كما تحب أن تعامل فالدنيا دوارة وسيأتيك الدورة عاجلاً أو آجلاً اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم